سلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لذيك كيف ما تعودتوا في كل يوم عن أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم رميني لكم الكليكسيون 11 بجبل اللي تعرفوها بطبيعة الحالة والتي تنتمي إلى الإخوان بمتياز هذو ما اللي نكلوا بدون سيلة 12 سنة لأنه ما زال يوم من هذا اللي نكلوا بها كيف ما قلنا أنه فم معلومات الدور وحتى سيدة رئيس الجمهورية على دراية بما يدور حوله من هذه الأفعال أو محاولة منه جهدا لتأجيش شراع التونسي ضد رئيس الجمهورية والحكم والسلطة الحالية كبار الكناطرية وقيادات حركة النهضة يحاولون تأجيج الأوضاع في الجنوب بعد خسارة معركتهم في مرحمة بنغردين علمت جريدة الحرية التونسية بأن عدد من قيادات حركة النهضة وجبهة الخلاص بالجنوب التونسي بنغردين ومدنين وتطوين يعقيدون اجتماعات سرية في منازلهم كائنا بضيعات فلاحية بعيدة على المدن وذلك قصد تجيش الشراع التونسي ودعوتهم للخروج للتظاهر يوم 14 جنفي 14 جنفي حاسيته بش تكون نهاية بتاعكم وقبركم نهائيا وكما تم رأسة حركات المشبوهة لقيادة بحركة النهضة متمتع بالعفو التشريع العام مقيم بفرنسا بسدد عقد اجتماعات مع كبار بارونية التهريبي والتشر المخدرات كبار الكناترية المتعلقة بهم قضايا في تبيض الأموال والتهريب وإدخال باندق الصيد وذلك قصد حثهم على التظاهر ضد رئيس الجمهورية قيسيز عيد الذي نجح في تفكيك منظومة الفساد والإرهيب والتهريب ودعا نشطة بالمجتمع المدني كيفية أهيل مدنين وتطوين بنغردين إلى توخي الحذر وعظم الإنسياقة وراء الدعوات التخريبية والهدمة ومعاظت مجهودات الدولة لا تنسوش إليك اشتراك تفعيل الجرس لا تنسوش تقفوا مع رئيسكم راهو الوحيد لمعه الحل راهو الوحيد قاعد في رفع الأحفار تهذوم راهو الإنسان الوحيد لنظيف الحكومة بتاعه الحالية يقفوا معها الإخ الرماق في حياتنا ورب معانا